السلام عليكم و مرحبا بكم مرة اخرى في القناة ديالي الدائم الهام شنال جسبي ان شاء الله تكونوا بخير على خير تكونوا فرحانين تكونوا ناشطين كل امور ديالكم زيان و في تمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتسبعات اللغزالات الوفيات على القناة ديالي اكيد اكيد الهام شنال و وصفة اليوم ان شاء الله ستكون وصفة مختصة بعلاج التجاعد وصفة هي عبارة عن بوتوكس طبيعي اكيد مستعملي بوتوكس ببتمن يعني اللي دي هو باغد ماشي رخيص وماشي كل شي كي نقدره على البوتوكس فاكيد احنا غادي نعملو بوتوكس طبيعي لي ما غايسبب لي نحتشي مشكل فالبشرة الوجهة ديالنو ما غايغير لي نحتشي حاجة الحمدولله فقط غايغالش ذوك الخطوط سواء كانوا رفيعة او كانوا قليلة يعني ذوك التجاعد الخفيفة الضريفة فغادي تخلصي منهم سواء كنت في سن يعني سن صغير يعني عندك تجاعد مبكرة او كانوا تجاعد اللي كيكونوا في سن ديالها المعروف سن خمسين سن ستين سن ربعين سن سبعين كل هاد العمر هادا اكيد كيكونوا تجاعد سواء كانوا خفيفة ولا كانوا رفيعة فغادي تخلصي منهم بسيطة واحد الوصفة زوينة غادي تكون بوحد المكونات ولا ارواع في البيت ديالك وفي المنزل ديالك وفي المطبخ ديالك ما غا تبسعدي حتى على شي حاجة الحمدو الله وما غا تسري حتى شي حاجة واهم حاجة شعارنا الوحيد هو وصفة طبيعية باقل مجود باقل تكلفة قبل حبيبتي ما مشون تعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها وطريقة استخدامها واستعمالها نبغي نرحب بكم كاملين وكملات نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا اذا كنت اول مرة تزورينا فما تنسيش الضغط على زل الاشتراك وايضا تفعلي زل الجرس تخليلي تعليقاتك اقتراحاتك استفساراتك الاسئلة ديالك وكل ما يتعلق بيك خليلي في الكومونتاغ ولا في خانة التعليقات وبسم الله على بركة الله نمشو مع بعضنا البعض باش نتعرفوا على مكونات الوصفة فبخصوص المكونات سنحتاج الى نصف حبة من الطماطم او لا من الماطيشة ساحتاج ايضا الى بياض بيضة ساحتاج الى شوفان بودرة ساحتاج ايضا الى الارز بودرة ساحتاج ملعقة من اليوغورت او الزبادي بدون نكها وبدون سكر كذلك اي اليوغورت الطبيعي ساحتاج كمية من ماء ورد ماء ورد زوين بزف البشرة ديالوجه كنصح به وبشدة لانه كيعطي لامعان كيعطي واحدة الرائحة منعشة ولطيفة البشرة ديالوجه ديالنا فغادي نحتاجو حتى هوايا هادو هما المقادر البنات غادي نعودهم معاكم التاني مرة بيتفيت ان شاء الله فغادي نحتاجو كما قلنا الشوفان بودرة الارز بودرة نصف حبة من الطماطم او اعسير الطماطم هادو هما المكونات وهذا المصفار هكا تعالج تجاعد مهما كان لعمر ديالك ان شاء الله سواء كنتي في السبعين في الثمانين في الثمانين في التسعين غادي تكوني التفلمني ان شاء الله هادو تخلصي متجاعد والله يطوليكم العمر لكل سيدة ان شاء الله و بصحيحة ولهناء وباش ما حبيته وباش ما تمنيته ان شاء الله ده بغادي نزو باش نتعرفو على مكونات على طريقة تتحضير عفو المكونات رات تعرفنا اليوم جهت المرات فده بغا نمشو لطريقة تتحضير و بسم الله على بركة الله غادي تاخدي معي هنا يادك بياد بيضاء او لصفار بيضاء على حسب الرغبة ديالك وبالنسبة للناس اللي غادي سولون يبتع عليك واش هادو الوصفة كتخلي الرائحة كريها في الوجه را ما كتخليش لانو دك البيض و الاسفارة البيض را ما تزول يعني ما بقاش بالمدية الورد فاش كتضيف المدية الورد للبيض راكن كتنقصر ريحة ديالو ما كتسبقاش مركزة كتولي مخففة فبسم الله غادي نضيف هنا يكمية ديالشوفان ملعقة اولى و ملعقة تانية ملعقة تانية ملعقة تانية اشتركوا في القناة 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 تستطيع الوصفة تستطيع تجاعيد كثير من النقص فأنتمنى البنات تكونوا فهمتين بوضوحين أكبر فوصفة اليوم هي العلاج تجاعيد يعني خارقة لتجاعيد هذه الوصفة مهما كانت الحدة ديالهم وأنا دا بعملتها معكم يعني مدة وجيزة وبديتت نحس بأنها بدت تجبض البشرة أما لنشفات راحة أخرى وكلام آخر لبنات ستحسي بها كرمات ونشفات أو لجفات غسيل البشرة الوجه ديالك بالماء الدافئ ومن الأحسن عملي صابون أو غاسول بشها كده تغسلي الوجه ديالك ورطبها بكريمات أو بزيوت أو بفازلين أو بأي حاجة تقدر تناسب لك النوايات لبشرة الوجه ديالك المهم ديما الترطيب في الصباح وفي الليل يعني يوميا جوجت المرات في اليوم بصباح بعد الاستيقات ترتبي الوجه ديالك والجسم ديالك ورجلات ديالك مهم الترطيب كامل يكون للشعر ديالك أيضا بالنسبة الوجه كما قلنا جوجت المرات في اليوم مرة في الصباح ومرة في الليل قبل النوم فهد شي اللي كي لبنت هدي وصفة ديال يوماره ما كتسيح ما كتسين نهائيا كتبت وراها غزالة غزالة بزا في كل ما نجربتها هادي تعجبها ما تخليهاش عندك حبيبتي حولي صباح تاجيها مع الناس اللي عزاز عليك لتعموا ان شاء الله الفائدة الجميع ونشكركم بدوري على حسن تتبعكم لهذا الفيديو وعلى جميع الفيديوهات موجودة في القناة ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله شكرا